في باخموت كل شيء يزج في مرجلها يحترق الجنود والمعدات وحتى مخزون السلاح في معركة يعتبرها الطرفان الروسي والأوكراني معركة حاسمة ستغير مجرى الحرب الدائرة منذ بداية المعارك ركزت السلطات الأوكرانية على إرسال النصف جيشها لهذه المدينة بالذات والتي اتقع على طرق برية رئيسية أكسبتها أهمية كبيرة أمام هذا الدفاع المستميت للحفاظ على مدينة باخموت تبدو كييف أمام معضلة كبيرة مع استنزاف مخزونها من القذائف المدفعية وتشير صحفة نيويورك تايمز إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تستعدان لشحن الآلاف من القذائف المدفعية والصاروخية لإمداد كييف استعداداً لهجومها المقبل لكن المشكلة كما ترى الصحيفة أن الكميات المطلوبة تفوق إمكانيات الإنتاج الغربية التي ستبدأ في تلبية طلبات كييف الباحثة عن فرصة أخيرة لشن هجوم مباغت في الربيع ضد القوات الروسية المتحضرة أيضاً للانقضاض في المقابل تبدو ألمانيا هي الملجأ الفائق الأهمية لأوكرانيا في هذه الأوقات العصيبة حيث طلبت الخارجية الأوكرانية من برلين الإسراع بإمدادهم بالذخيرة والبدء بتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة الغربية يأتي هذا في وقت أعلن الجيش الأوكراني أنه أسقط 11 مسيرة إيرانية الصنة وصد عدداً كبيراً من الهجمات الروسية في حين تواصل القوات الروسية بدعم نقوات فاغنر بشراسة محاولاتها لكسر الدفاعات الأوكرانية في باخموت ومناطق أخرى وبانتظار أن تصل الإمدادات لأوكرانيا تبقى باخموت هي معركة اختبار حقيقية للموقف الغربي وخصوصاً الأمريكي تجاه أوكرانيا للصمود في وجه روسيا والتي تبحث عن انتصار ما بعد عجزها عن السيطرة على باخموت رغم مرور أكثر من سبعة أشهر من المعارك الطاحنة ترجمة نانسي قنقر